الشباب الواعي التفتح إن شاء الله في كل مكان وفي كل زمان الإخوة والأخوات في كل زمان وفي كل مكان بنحييكم بكل التحايا اللي متحبوها صباح الخير، مساء الخير السلام عليكم يعني بكل التحايا اللي تحبوها إن شاء الله اليوم هو تعتبر يوم 29 رمضان بالنسبة لأخواتنا المسلمات وإن شاء الله يكون عيد الفطر يوم الخميس إن شاء الله عدو الله علينا كلنا مسلمين وغير المسلمين بالخير واليمن والبركة الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع ونشارك فيه فرحتنا وبهجتنا مع كل العالم إن شاء الله بكل مكان وفي كل زمان خاصة في هذه الأيام المباركة نتذكر الناس الممتحنين في قضايا عدة في العالم منها اليوغور في الصين والرهينجا في ميامار وكشميرين في كشمير وأصحاب الكورونا اللي هم ممتحنين بالألاف ومائة الألاف في الهند وكذلك أهل غزة ربنا يصبرهم وأهل القدس وأهل المسجد الأقصى وأهل إيرتيا وكذلك أهل اليمن وكذلك أهل سوريا وأهل جنوب السودان وأهل كونجو الديمقراطية وأهل النيجر ومالي وتشاد وأهل جامبيا وغانا وغينيا كل هذه الدول باكستان وأفغانستان كل العالم ده كله أمريكا اللاتانية في كل مكان إن شاء الله ربنا يجعل بحقة العيدة تعم عليكم جميعا إن شاء الله لو في لنا أهل من المسلمين في هذه البلاد وغيرها لهم يشاركوا فرحتهم بالعيد مع كل هؤلاء الناس سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو لا يعتقدوا بأديان أو يهود أو إلى آخرين من كل الأديان المعتقدات اللي موجودة في العالم إن شاء الله دي اللي هو رغبتنا إن شاء الله في أن يكون لكم نعيش سعداء مع بعض إخوة متحبين من أديان مختلفة وثقافات مختلفة وعراف وعراق مختلفة إن شاء الله طبعا اللقاء اليوم هو اللقاء الثاني للحلقة الثانية في مجموعة فاطفضة لخمسة إلى خمسة والنهارة نحن نتكلم على محور جديد اسمه العبادة والمجتمع العبادة والمجتمع والحلقة الثانية كان مفروض يكون الحلقة الأولى الحلقة الأولى كان أسبوع اللي فاته وكلمنا فيها عن مشاعر المرأة ومشاعر اللاجئ ومشاعر الطفل الفقير ومشاعر الأرمالة ومشاعر اليتيم وكذلك مشاعر اللي هو العمال الميدانيين اللي في كل مكان بيعملوا في الآخر ونظرتنا الدنيا بعض الأحيان على المجتمعات الفقيرة اليوم هنتكلم عن العبادة والمجتمع وعلاقة العبادة بالمجتمع وعلاقة الإيمان بالمجتمع وبنشكر الشاب علي الشوى في الإخراج الفني وتحضير العرض ده ونبدأ ننطلق على بركة الله العبادة والمجتمع الفقرة العلاقة اللي بين العبادة والإيمان والمجتمع هي فقرة مهمة جدا تعلمتها أنا من أحد مشايخنا الكبار رح ما اطلع عليه اللي هو الشيخ محمد متولي الشعراوي وده قطبة من أخطاب الإسلام في العالم كله ليس فقط في مصر أو العالم العربي لكن في العالم كله ودي تعتبر حصيلة المقدمة في التعريفات دي من ما تعلمته من الشيخ الشعراوي رح ما اطلع عليه لكي ينسب إليه الفضل لبعض الله سبحانه وتعالى وأنا أقول في اجتهادي بعدما تعلمت من الشيخ هذه الكلمات المأثورة عنه إن لم تتحول عبادتنا أو عباداتنا عبادتنا أو عباداتنا إلى خدمات اجتماعية إيجابية إن لم تتحول العبادة إلى خدمة اجتماعية إيجابية فعلينا أن نعيد النظر في منظومة إيمانا إن لم تتحول العبادة عبادتي أنا إلى خدمة مجتمعية إيجابية فعليا إعادة النظر في منظومة العبادة ومنظومة الإيمان لأنني أتكلم عنه لما تتحول عبادتنا إلى خدمات اجتماعية إيجابية فعلينا أن نعيد النظر في منظومة إيمانا مهم جداً أراجع الإيمان لأن الإيمان ما هو الإيمان؟ هو الحركة الديناميكية المفاعلة لجوانب الحياة التي نعيشها داخل أركان هذه الأكوان الفسيحة الإيمان هو الحركة الديناميكية المفاعلة لجوانب الحياة التي نعيشها داخل أركان هذه الأكوان الفسيحة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لنا لماذا؟ لنتمتع بخيراتها لمن حركة إيمانية؟ الإيمان حركة حركة ديناميكية حركة ديناميكية حركة ديناميكية قديما سبحانه الله سبحانه وتعالى أوحى إلى سيدني جبريل زي ما أنتم شايفين في الشريحة يا جبريل عليك السلام سيد جبريل اذهب لهذه القرية فأهلكها وإهلك الأهراء كلها سيدني جبريل يعرف كيف يتعامل مع الله سبحانه وتعالى وكيف أن الله حليم ولطيف مع عباده فسألوا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله فلان فيهم عبدك فلان فيهم عبدك فلان رجل صالح بكاء في الأسحار صوام في النهار له صدقات وأعمال صالحات كيف أهلكه معهم مفيش استثناءات لهذا العبد الصالح فربنا سبحانه وتعالى يقول له في هذا الحديث به فابدأ بهذا العبد الصالح فابدأ لأنه لم يتمعر واجهه في قتل كانت عبادته للإنقاذ نفسه ولكن ليس للإنقاذ المجتمع فلم يكن يأمر بمعروف وانهى على المنكر والأمر بمعروف وانهى على المنكر مش فقط في الحرام والحلال مش في الزنا وشرب الخمر والغيبة والقتل لا في محاربة الفساد محاربة الفسدة محاربة المجرمين محاربة اللصوص اللي احنا شايفينهم في كل مكان محاربة المنافقين في بناء المجتمعات في تأهيل المجتمعات في تدريب الناس في تعليم الناس كل هذه الأشياء تعتبر أمر بالمعروف ونهي على المنكر لأن العالم العالم لا يرتكب منكر أما المنكر فهرتكبه الجاهل وربنا بيقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه في سورة الحج أواخر سورة الحج الآيات يا أيها الذين أمري يعني بخاتب المؤمنين اللي هو أنتم إن شاء الله في ذي الأمري مبارك أنتم جميعا اركعوا وسجدوا فدي اللي هي جزء من أركان العبادة بتاعتنا اللي هي الصلاة لكن هل دي بنتوقف عن الخمس أركان اللي هي الكلمة التوحيد والصوم والزكا والصلاة والحج لا اركعوا وسجدوا وبعدين وفعلوا الخير وفعل الخير إذا كانت نيتنا فيه لله سبحانه وتعالى أصبح نوع من أنواع العبادة حتى المطعم حتى المشرب إذا كنت أنا بأشرب وأكل كي أتقوى وأعمل من أجل أن أكسب لرزق أهلي أو أولادي أو أخواتي إلى آخر أو أتصدق وده عبادة حتى علاقتي الشخصية مع زوجتي للألاقة الحميمة مع زوجتي فقالوا والسلام ففي هذا يعني عبادة النعم كيف وإن وضعتوه في الحلالة في الحرام يعني حتى تتقوى بها لأنك تحمي نفسك من إيه من الزنا دي كلها لما ابتغى بها الحماية وبالنية بتعتبر نوع من أنواع العبادات اللي بنتكلم عنها وهي مباحة وفعل الخير لأنكم تفلحون واجهدوا فلح والجهاد مش فقط الجهاد بالسلاح في جهاد بالكلمة سواء كالكلمة المسموعة أو كلمة المقروعة في جهاد بالأداء الوظيفي في جهاد بالتوجيه في جهاد بالتعليم في جهاد بالإرشاد كل هذه أنواع من أنواع الجهاد الجهاد أبوابه كثيرة 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 جدا جدا لكن علينا أن نحسن النوايا ونجعل كل عمل نقوم به ابتغاء مرضات الله لكي تتحول هذا العمل من العمل عادي إلى عمل إلى عبادة خلاص ده بالنسبة للمقدمة في مفهوم العبادة مدلولات العبادة تقع في شيء واحد بسيط جدا في مراقبة الله أنا في مراقبتي لله هل أستطيع أن أذهب إلى مكان لا يراني فيه الله سبحانه وتعالى أبدا ثم مراقبة الله له فنعبد الله كأننا نراه فإن لم نكن نراه فأنه يراني ده مدلول العبادة ده مدلول أن نكلم معنا يعني الله معنا 24 ساعة في اليوم 1440 دقيقة في اليوم وهكذا فلابد أن نستشعر حضور الله معنا في كل ثانية أينما كنا حيثما كنا إن شاء الله إيه بقى دلالات العبادة أبني نفسي وكأنني نفسي ده بيت زي الحائط اللي ورايه ده كأنه بيت أنا بابنيه طوبة طوبة بالتقوى والمغفرة والرحمة لكي تكون نفس قوامة سوامة عابدة الله سبحانه وتعالى يبقى أعمل بناء النفس الداخلي الذي يقام على الإيمان وركائز الإيمان المختلف نمرة واحد نمرة اثنان اللي هو وأنا بابني البناء بقى أونميه كذلك المرحلة التانية من البناء بعد استكمال البناء أو أثناء استكمال البناء بقى أونمي هذه النفس معي وأزكيها يبقى أبني وأونمي وأزكي النفس داخليا وده الشيء اللي احنا مفروض نعمله بيننا وبين بعضنا بيننا وبين بعضنا وإحنا في غراف النوم بتاعتنا وإحنا في شؤقنا مش قدام الناس وإحنا دايماً بنتمثل بالأخلاق الكريمة والحميدة أمام الناس المظاهر العامة يبقى البناء النفس يكون داخلياً بيني وبين نفسي أنا ونماء النفس داخلياً بيني وبين نفسي أنا وبين تزكيات نفس بيني وبين نفسي أنا داخلياً ثم بعد ذلك نتمنى أن ربنا يصنع لنا رؤية رؤية لكي نخدم بها أنفسنا ونخدم فيها عائلتنا ونخدم فيها مجتمعاتنا ونخدم فيها وطننا ونخدم فيها الإنسانية كلها يبقى لن نستطيع أن نبني هذه الرؤية الفعالة المفاعلة إلا انبنينا ونمينا وزكينا أنفسنا ومن بعد ذلك بعد هذا البناء الحركي داخل النفس الداخلية في النفس لابد أن نرجو من الله سبحانه وتعالى التوفيق يبقى الخمس مراحل الداخلية في دلالات الداخلية في النفس الإنسانية هي إيه؟ هي البناء والنماء والتسكية والرؤية والرجاء دول الخمسة داخلية البني بالنفس لا أطلع عليهم أحد دي نمرة واحد أما الدلالات الخارجية علشان إحنا بنقول أن العبادة لها دلالات دي دلالات العبادة أنا باب نفسي من الداخل لا نفعش أن نفسي خربانا من الداخل والعبادة صالحة أبدا أما الدلالات الخارجية فيها ركنين الأخلاق والمعاملات دي بتكون قائمة على إيه؟ على تذكية النفس على الماء النفس على بناء النفس الداخل الأخلاق أخلاقي مع زوجتي أخلاقي مع زميلي في الشغر أخلاقي مع زميلي في الجامعة أخلاقي مع جراني أخلاقي مع الناس اللي بتاجر معاهم أو بتسافر معاهم ومعاملات معاهم اللين والحلم من أهم الأخلاق المفروضة يتمثل بها أو يوصف بها الشخص اللي هو العابد الحق الله سبحانه وتعالى الدلالات الخارجية للأخلاق والمعاملات نمنا ثلاثة فيه دلالات حركة بعد كده بقى احنا بصينا على أنفسنا من الداخل فبنيناها ونمناها وزكناها ثم بصينا على معاملاتنا وأخلاقاتنا مع المجتمع ثم بعد كده حركتنا الإيجابية في المجتمع لابد تعمل التالي ست أركان بناء آخر ونماء آخر وتوعية وتمكين ودفاع واكتشافات أنا بعد ما نميت نفسي من الداخل حخرج للمجتمع بأخلاق كريمة وفي نفس الوقت حخرج للمجتمع بحركة إيجابية مجتمعية لكي أبني مجتمع الذي أقف على أرضه من حق المجتمع علي أن أبنيه ومن حق المجتمع علي أن أنميه ومن حق المجتمع علي أن وعي أبنائه وأرفع الوعي لأبنائه كما قال الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى في سورة المعون أرأيت الذي كذب بالدين من هو؟ الذي يدعو اليتيم يعني اللي بيعامل اليتيم معاملة سيئة ولا يحض ولا يدعو ولا يرفع الواعي لإتعامل مساكين يبقى بالتالي البناء المجتمعي لابد أن أقف عليه من حق المجتمع علي لابد ما نفعش أن أنا أكون عابد لله دون أن يكون ليا بناء مجتمعي ونماء مجتمع أنا مشارك فيه أو أنا بدأت فيه ثم يرتفع البناء بالتوعية إلى آخر بعد ما واعي المجتمع علي أعمل التالي أمكن أبناء المجتمع بالتعليم والتأهيل والتدريب التعليم والتأهيل والتدريب ما فيش تمكين بالجهل ما فيش تمكين بالإقصاء أبدا تمكين معلاه تعليم وتأهيل وتدريب وتفعيل التقام بتاعة أبناء المجتمع يبقى ابناء المجتمع من الداخل ده بقى ايه مدلول الإيمان بتاعي اللي هو في الحركة المجتمعية ده مدلول إيماني في الحركة المجتمعية اللي نعملها داخل المجتمع بعد أن نميت نفسي داخليا ثم بعد ما نمكن أبناء المجتمع لابد أن نخف معهم لكي ندافع على المجتمع عن كل طيف من أطياف المجتمع سواء كانت مقدرات المجتمع سواء كانت أبناء المجتمع سواء كانت تاريخ المجتمع ثقافة المجتمع قيام المجتمع أخلاقية المجتمع إلى آخر لابد أن ندافع عنها يبقى بناء مجتمعي نماء مجتمعي توعية مجتمعية تمكين مجتمعي واندفاع عن مجتمع ثم في الآخر نعمل الاكتشافات أي أرض عليها مجتمع يعيش تحت هذه الأرض خيرات وخيرات وخيرات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وفوقها في سماءها خيرات وفي السماء رزقكم وما توعدون يعني رزق بيجي من السماء وكذا ما بيجي من الأرض زي ما سيدنا يوسف قال لعظيم مصر اجعلني على خزائن الأرض يعني تحت الأرض اللي تحت لجلينة سيدنا يوسف دي فيها خزائن في دلوية حاجة اسمعها القصار الأزرق في كل البحار لما نلاقي البحر الأحمر والبحر الأبيض هما البحارتين العربيتين يعني كل الدول العربية من المغرب إلى مصر إلى فلسطين إلى بعد فلسطين في فوق فلسطين في تركيا من فوق في بحر أبيض في حتة سوريا موجودة فيها كذلك لما ننظر إلى البحر الأحمر هنلاقي فيه السودان وفيه مصر وفيه المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية وفيه اليمن بعد المحيط اللي بيخش فيه اليمن بردك ويخش فيه الإمارات في الخليج العربي إلى آخر كل هذه منسميها لإقتصاد لزرق فما فيش أرض أو بحر أو نهر أو نهر أو بحر أو أرض أو محيط إلا في خيرات نكتشف كل هذه الأشياء سواء كان في السماء أو في الأرض يبقى دلالات حركية مجتمعية فيها بناء مجتمعي وإنماء مجتمعي وتوعية مجتمعية تمكين مجتمعي ودفاع عن مقدارات مجتمع وكتشفات لمقدارات المجتمع ده اللي هو مفهوم من العبادة الحركية دلالة حركية المجتمعية دينا البعد الرابع والدلالة الرابعة اللي هي الخلود يعني إيه خلود يعني ربنا سبحانه وتعالى التمكين طبعا عايز أقولك فيه قصة أنا في التمكين سيدنا زقرنين لما أعرح للناس اللي أكادون يفقونا شيء عندهم قال لهم أتوني زمبر الحديد شايفين الكتل اللي على الجبل دي ده حديد ممكنش عارفهم ده حديدنا مجهلة فعلمهم إزاي قطعوا الحديد وعلمهم إزاي يعملوا الأفران علشان يبنوا الأفران ويعملوا اللي هو الحاجز اللي بينهم وبين يأجوج ومأجوج يعني ممكنهم تمكين مجتمعي قبل أن يتركهم ويتركهم محميين بهذا التمكين المجتمعي أما الرابعة اللي هي الدولات الخالدة اللي هي قياس أسرى البناء أنت عملت إيه في المجتمع أبل ما تموت كيف سيذكرك وكيف سيذكرك المجتمع عملت إيه أنت في المجتمع ناكد أنا أذكر قصة امرأتين أو تلات نساء منهم فاطمة الفهرية اللي عملت جامعة القيروان أعتقد في المغرب نذكر اللي هو تنبكتو اللي هي المدينة تنبكتو اللي أقيمت على حوض السيدة اللي كانت موجودة هناك الأفريقية اللي كانت بيضعوا عندها المال والمتاع بتاعهم ونجد أيضا في مصر في أحد الأميرات اللي أنشأت جامعة القاهرة موجودة عندنا هناك فطرة أحد الأميرات مش عارف من أبناء الخدوي إسماعيل أو أفريقا فده أثر هم تركوه النساء الأثر اللي تركوه العلماء كانوا علماء علميين في علم الفلك في علم الطب في علم الهندسة في علم الرياضيات في كل أو العلوم الشرعية زي أمام عبد الحنيفة أحمد بن حنبل مالك ابن ماجة اللي هو الأحاديث الأخيرة وهكذا دول تركوا الأثر فقياس أثر البناء المجتمع هو اللي بيخلق الإنسان فلكن هناك فين علماء إلى الآن نذكرهم زي الزهراوي اللي هو من مجميلينة الزهرة في الأندلس زي الفرابي زي البيروني زي ابن ماجة زي اللي هو ابن سينة وغيرهم من العلماء والحسن البصري وابن هيثم إلى آخره من العلماء إلى آخر ودول اللي هو الأثر البناء المجتمع اللي ما زالوا يذكرون الأجيال بعد مئات والسنين تذكر إبداع هؤلاء زي نيوتن داي أينشتاين زي مصطفى مشرفة عن المصطفى مشرفة مصر زي محمد زويل إلى آخره إلى آخره إلى آخره أما الدلالة الخامسة فدي فتوحات ربانية بتيجي فقط للإنسان اللي من أمثلكم اللي بيكون إخلاصه في درجة شفافية عالية جدا فربنا يوضيف عليه فتح رباني من فتوحاته الاكتشافية أو الاستكشافية الاكتشافات والفتوحات ربانية بتيجي لهذا الشخص يبقى دلالات العبادة الدلالات هو مفهوم العبادة في دلالات داخلية في النفس الإنسانية وخارجية في ذلك وفي دلالات حركية مجتمعية ودلالات خالدة ودلالات وفتوحات دول خمس دلالات للعبادة طيب خلصنا عنا كده خلصت بسرعة عشان النهاردة العيد والناس عايزة تروح تتحضر نفسها نتكلم عن إيه نتكلم رسالتي للشباب لكم ودي مهمة جدا 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 أرجع أرجع مرة تانية أقول إيه أقول مفهوم العبادة اللي أتعلمته من الشيخ الشعراء ورحمة الله عليه إلا أن تتحول عبادتنا إلى خدمات اجتماعية إيجابية فعلينا أن نعيد النظر في منظومة إيماننا لأن الإيمان هو الحركة الديناميكية المفاعلة لجوانب الحياة التي نعيشها داخل أركان هذه الأكوان الفسيحة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لأننا نتمتع بخيرها ده التعريف اللي هو العلاقة بتاعة الإيمان يعني والعبادة نخش بقى على اللي هو رسالتنا للشباب هنا أنا أبدأ رسالتي بكلمة اليقين اليقين يعني شيء معلوم 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 علينا أن نتيقن أن الإيمان هو حركة الحياة المفاعلة لأركان الوجود التي خلقها الله لخدمة الإنسان يبقى الإيمان هو حركة الحياة المفاعلة لأركان الوجود التي خلقها الله لخدمة الإنسان والتي بدونها لا تستقيم الحياة ولا تستقيم معطيات الحياة التي منحها الله لإسعاد خلاقه تحت قيادة الإنسان خليفة الله في أحد أبدا 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 لكني أنوه على أن هذا ليس هو كمال الإيمان وليس هو تمام الإيمان وليس هو الإيمان كامل أن الإيمان ليس شعائر وتقوص فقط وملابس وأشكال فقط وترانيم وأشعار فقط وتمايل للأجسام فقط ومظاهر ومظاهرات فقط وعزلة وابتعاد فقط وأمنيات وتمني فقط وأقوال لتصدية ومكاء فقط وتخدير مشاعر فقط وركون وخنوع فقط وقعود وبلدة فقط وكسل واعتماد وردى بالهوان وتسويف لمرام ده مش إيمان إيمان حركة مجتمعية مفاعلة لأركان الحياة داخل المجتمعات الإيمان ليس شعار وتقوص ملابس وأشكال ترانيم وأشعار تمايل الأجسام مظاهر ومظاهرات عزلة وابتعاد أمنيات وتمني أقوال لتصدياتنا ومكاء تخدير ومشاعر ركون وخنوع قعود وبلدة كسل واعتماد رذب الهوان وتسويف أبدا 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 الإيمان أيضا هو طاقة ونور وشعاع هو طاقة تبعث أواصر الحياة لإيقاظ مكونتها داخل خلايا الخلائق الكسيلة المتهالكة وحتى النافقة من جديد لتصدع لأمر الله وتصدع بأمر الله وهي نور يضيء الضروب في مسالك الباحثين عن أسرار الحياة وهي إشعاعات أو هو إشعاعات ربانية تتعدى بريق النجوم والأقمار والشموس يبدأ الإيمان ثلاثة طاقة ونور وإشعاع طاقة تبعث أواصر الحياة لإيقاظ مكونات هذه الحياة مكوناتها داخل خلايا الخلائق الكسيلة والمتهالكة والنافقة من جديد لتصدع بي أو لتصدع لأمر الله وهو نور يضيء الضروب في مسالك الباحثين عن أسرار الحياة وهو إشعاعات ربانية تتعدى بريق النجوم والشموس والأقمار دا الإيمان دا الإيمان دا الإيمان أنا أتأقن أيضا بأن الإيمان هو صبر وبلاء عمل وعناء رؤى وشقاء مهام وفناء مهام وفناء ركائز وعطاء بذل وسخاء أرض وسما عز وبهاء هم وبناء شكر وبقاء عدل ونماء وذخر ورجاء هذا هو الإيمان متشعب الأبعاد ليس له بعد واحد كلما تشعبت أبعاده كلما تشعبت أبعاد 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 أبعاده صبر وبلاء عمل وعناء رؤى وشقاء مهام وفناء ركائز وعطاء بدل وسخاء أرض وسماء عز وبهاء هم وبناء شكر وبقاء عدل ونماء وذخر ورجاء والإيمان أيضا لا يقين نتيقم بهذا الإيمان أيضا هو ما وقر في القلب فلا يراه أحد تجيش يقول لي أنت مؤمن وليس مؤمن في القلب وصدقه العمل أن يشعر به كل أحد ما وقر في القلب لا يراه أحد وصدقه العمل فأشعر به كل أحد والإيمان اسمعوا بقى دي مهمة جدا 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 الإيمان لا جنس له ولا وطن له ولا يسحقا على السادة دون العبيد والأغنياء دون الفقراء والخاصة دون العم والقادة دون المواطنين والأعزاء دون الأدلاء والأحرار دون الألقاء والذكور دون النساء والمرضى دون الأصحاء وأصحاب العلوم دون البسطاء أبدا لمن ده شيء شائع لكل من أمن به من جماد وحيوان وطير وحشرة وإنسان وكل خلق خلقه الله سبحانه وتعالى لكي يؤمن بوحدانية الخالق سبحانه وتعالى يبا الإيمان هو لا جنس له ولا وطن له ولا يسحقا على السادة دون العبيد والأغنياء دون الفقراء والخاصة دون العم والقادة دون المواطنين والأعزاء دون الأدلاء والأحرار دون الألقاء والذكور دون الإناس والمرضى دون الأصحاء وأصحاب العلوم دون المصدى أبدا أبدا ونتيقن أيضا بأن الإيمان هو القاعدة الوحيدة للعبادة لا تبنى عبادة الإنسان إلا على ركن الإيمان أو على أركان الإيمان والقاعدة الوحيدة للعبادة وأن المخلوق مننا لابد أن يعبد إلها إلها قد يكون هو الصانع إلى هذا الإله قد يكون من حوله هم من صنعوا هذا الإله لو أو كان يكون هو الإله الحق الذي خلق السماوات والأرض لابد مش ممكن حيعيش حد على ظهر هذه المعمولة إلا ما حيعبد شيء شيء هو قلقه بنفسه هو صنعه بنفسه أو شيء صنع له سما إله أو شيء هو سبحانه وتعالى أنه الله سبحانه وتعالى القالق البارئ المصور الذي له الأسماء الحسن أن القاعدة الوحيدة للعبادة هو إيه الإيمان أما العبادة يا شباب وأنا بتحدث معكم في آخر يوم أو آخر لقاء في قبل العيد ما ييجي إن شاء الله من خميس أما العبادة هنا يا شباب فهي المدلولات الحقيقية على صدق الإيمان وصلاح العبيدة العبادة هي المدلولات الحقيقية على صدق إيمانك أو إيمانك وصلاح عقدتك أو عقدتك حتى وإن كان عند البعض مننا أن نعتقد أن عقدتهم مستليمة فقد جاءت الخير والإصلاح على أياد من لا يؤمنون بالله ومن نأمينه برسل الله سبحانه وتعالى ومن نأمينه بكتب السماوية فقد كنت أعلم الخير وهذا هو بيت القصيد في خيرية البشر الذين أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لأبيهم آدم عليه السلام الله في علم لدني كان عارف أن فيه من هؤلاء البشر من أبناء آدم من سيؤمنون به ومن لا يؤمنون به ومن سيشركون به ومع ذلك جعل الخير في كل أبناء آدم عليه السلام العبادة هي المدلولات الحقيقية على صدق الإيمان وصلاح العقيدة حتى وأنا أعتقد بعض أن عقيدة هؤلاء فسدها وقد جاءت الخير والإصلاح على أياد من لا يؤمنون بالله ورسله وكذب السماوية وهذا هو بيت القصيد في خيرية البشر لأن أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لأبيهم آدم عليه السلام فعلينا يا شباب نفعل ماذا علينا أن نفعل التالي ألا نستعلي بإيماننا على إيمان الآخرين أبدا كبر 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 فبما رحمة من الله أنت لهم ولو كنت فضل ظليزا القلبي لن فضل من حول الكبر ولا بعبادتنا على عبادتهم حتى لو كنا من أبناء الدين الواحد تشوف أنا بعبط ربناحسة من أبنا بتقولش كده بتعرفش إنه في قلب في إيه ولا بعقادتنا على عقادتهم عشان ما نشعرهم تشوف بالدونية فينفروا منا ويزداد كفرهم وتجاذبهم الشرطان بل نتآخى معهم فإن الأخوة مراتب ودرجات علينا أن لا نستعلي بإيماننا على إيمان الآخرين ولا بعباداتنا على عبادتهم ولا بعقدتنا على عقدتهم بل نتآخى معهم فإن الأخوة مراتب كثيرة ودرجات ومنها أخوة الإنسانية تتجمع كل البشر كلنا لآدم وآدم من تربل فأنا أخ لكل إنسان ابن من أبناء آدم عليه السلام في أي مكان في المعمور دين أمر واحد أخوة الوطن تتجمعنا مع أبناء الوطن الواحد الذي نعيش فيه أبناء الوطن من أجل كل واحد في الوطن أخ لي دين أمر اتنين أخوة القبيلة والعشيرة داخل الوطن والجهة داخل الوطن لتجمعنا داخل ثقافات الرقعة الغورفي التي تتربين فيها داخل وطن نفسها أخوة القبيلة والعشيرة والجهة دول أخواتي أخوة العائلة العائلة كبيرة ننتمي مثلاً إليها يعني مثلاً أنا من عائلة اسماعيلة البنة فيها يمكن مقات الناس دول كلهم من أخوتي أولاد عمومي أو أولاد عماتي وهكذا أخوة الدم والتي ننتمي إليها من أباً وأمواً واحداً أخوة الثقافة والفكر والأدب والقيم والأخلاقيات أخوة العقيدة والدين وتجمعنا بمن يؤمنون بعقيدتنا وديننا وحتى إن كانوا الأبناء الأوطان والشعوب الأخرى يبقى شوف الأخوة يعني خرجت من الأخوة العامة في الإنسانية إلى الأخوة الخاصة في العصب والدم إلى الأخوة العامة في الدين والعقيدة والفكر والثقافة والقيم والأخلاق يبقى كم نوع من أنواع الأخوة كنت ذكرناهم إحنا سبع أنواع من أنواع الأخوة فيه أنواع أخرى من أنواع الأخوات اللي احنا ممكن نحط فيها كلام كتير إن شاء الله لكن قبل أن أترككم إن شاء الله تستعدون للعيد وتبهجوا تدخلوا البهجة على أهل كل من حولكم من المسلمين أو غير المسلمين أسأل أضع بعض هذه الأسئلة أمامكم لما ستة أسئلة سبع أسئلة برضا سبع أسئلة أول سؤال تحدي لنا كلنا هل نستطيع أن نقدم مدلولات عبادتنا وآثرها على المجتمعات التي نعيش فيها؟ أنا عيشت أول وقت أشوف في الأربعين وخمسين سنة اللي عيشتهم هل عندي مدلول على عبادتي التي أثرت في المجتمعي؟ للمرة واحد قل نستطيع أن نقدم قائمة لأماكن بالأماكن اللي احنا تركنا فيها البصمات عبادتنا مؤثر عبادتنا أو أسماء الأشخاص الذين أصلحتهم عبادتنا وأمانيتنا عندي القائمة دي؟ عندي القائمة دي أو لا ما عنديش؟ للمرة اثنين دا تحدي تاني للماتاتها نحن نراضون عما قمنا به تجاه الإصلاحات الاجتماعية المنشودة التي تشاركنا فيها ولا عايزين المزيد للمرة ثلاثة قل نستطيع أن نقدم مدلولات عبادتنا وأثرها على المجتمعات التي نعيش فيها قل نستطيع أن نقدم قائمة بالأماكن التي تركنا فيها هذه البصمات أو أسماء الأشخاص لأنها أصحاتهم عبادتنا وأمانيتنا قل نحن نراضون عما قمنا به تجاه الإصلاحات المجتمعية المنشودة كل هذه الأشياء constantly كل يوم نسأل نفسنا السؤال ده كل يوم السؤال الرابع هل راجعنا إيمانياتنا واعرضناها على مدلولات عبادتنا في المجتمع يعني معابتنا ليه؟ لأن الإيمان هو جزء أو قاعدة العبادة اللي بتؤدي لإصلاح المجتمع الإيمان قاعدة العبادة اللي بتؤدي إصلاح المجتمع هل راجعنا إيمانياتنا وعرضناها على مدلولات العبادة بتاعتنا هل لدينا الإمكانيات لماذا؟ لدف عجلة البناء وأحياء عجلات التنمية المجتمعية يا شباب أن مجتمعنا العربي محترق ومجتمعنا الإسلامي أكثر اهتراءا والأسف بالرغم أنهم أغنى المجتمعات في العالم أغنى المجتمعات في العالم ليه؟ لأن نحن حولنا عبادتنا إلى تقوس ومظاهر وأقوال وترانيم وهكذا لكن لم نحول للمجتمع العبادة إلى خدمات مجتمعية حقيقية تستطيع أن تبني البناء المجتمعي وتنمي هذا البناء وتمكن أبناء المجتمع من قيام العدل والحرية داخل أواصل المجتمعات هل دين الإمكانات لدفع عجلة البناء وإحياء عجلات التنمية المجتمعية؟ هل أصبح دين القدرة هنا بقى مهمة جداً؟ كلام مش طاق حنك زي اللبنانيين بيقولولنا عفاش خبقه كده أبداً هل أصبح دين القدرة على التربة أخطأنا؟ ربنا بيقوله التائب من الذنب كمان لها ذنب له ده معنى القول التائب من الذنب كمان لها ذنب له هل عندنا أصبح لنا قدرة على التربة أخطأنا؟ ثم معاودة رسم خطاء خرائط طرق بناء أثنى المجتمعية نعم 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 مرة واثنين وثلاثة سيدنا نوح قاعد يدعو الناس تسعمية وخمسين سنة وما أمن معه إلا قليل سيدنا موسى عليه السلام بعد ربنا ما أعطى المعجزات كلها وأخرج بني إسرائيل معاه بعد ما كانوا عايشين تحت ظلم فرعون اللي بيقتل أبنائهم ويستحي نسائهم وربنا بالعصى بتاع موسى يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى شقق لهم البحر وخارجوا معاه ونجاهم ونجاهم ورحوا يعبدوا العجل لما جالهم السامري وعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم بالتي في سينة أربعين سنة وسيدنا موسى دع عليهم وسيدنا نوح دع على قومهم سيدنا عيسى بمنعجزاته كلها ومع ذلك الناس قالوا عيسى بن الله واليهود قالوا العزار بن الله لا عيسى بن الله ولا عزار بن الله وهكذا يعني هل أصبح نداني القدرة على الأطراب بأخطأنا ثم معاولة رسم خرائط طرق بناءاتنا المجتمعية مرة أخرى هل تعلمنا كيف نتعامل مع شركائنا في المجتمع الذي نعيش فيه والمجتمعات الأخرى هل تعلمنا هذه الأشياء يبقى السبع أسئلة دول مهمين جدا أنه كل واحد فيكم يرجع يحطها حلقة فودنه مرة تانية نقولها مرة تانية هل نستطيع أن نقدم مدلولات عبادتنا وأثارها عن المجتمعات التي نعيش فيها هل نستطيع أن نقدم قائمة بالأماكن التي تركنا فيها هذه البصمات أو أسماء الأشخاص لإذن أصطحتهم عبادتنا وإيمانيتنا هل نحن راضون عن ما قمنا به تجاه الإصلاحات المجتمعية المنشودة هل راجعنا إيمانيتنا وعرضناها على مدلولات عبادتنا هل لدينا الإمكانيات لدفع عجلة البناء وأحياء عجلات التنمية المجتمعية هل أصبح لدينا القدرة على اعتراف بأخطائنا ثم معاولة رسم خرائط طرق بناءاتنا المجتمعية مرة أخرى هل تعلمنا كيف نتعامل مع شركاتنا في المجتمع وأن نعيش فيه في المجتمعات الأخرى وأذكر أيضا قضية أخرى أن أذكرها في الأول خالص في التانية اللي هو قضية الشعب الأريتري الممتحن في السودان وفي اليمن وفي جبوتي واللي هو يعد بمئات الألاف ولكنها قضية منصية ككافة قضية منصية نحن نتكلم عنها ونحن نفعلها شيئا فأرجوكم دخلوا البهجة والسرور على كل من تعرفونها من أبناء المسلمين وغير المسلمين من أبناء المسلمين ومن جرانكم من أبناء غير المسلمين وكونوا معهم إن شاء الله دائما في بهجة العيد يوم الخميس والجمعة القادمين ودخلوا البهجة والسرور على من تعرفه ومن لا تعرفه من أخواننا المسيحيين وأخواننا اليهود وأخواننا من كل أبناء الديانات الأخرى كذلك إن شاء الله زي ما الأخت إيمان بتقولي الشعب الأريتري ذكرت الشعب الأريتري أيضا يا إيمان يعني ما نستش الشعب الأريتري إن فضل الشعب الأريتري على المسلمين في العالم كله هو فضل الأول من نصره رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة الأولى من مكة إلى المدينة لهذا لأنه أول من نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أهل الحبشة اللي كان على رأسهم الملك العادل النجاشي الذي أسلم رحمة الله عليه وعيد مبارك عليكم جميعا على المسلمين وعلى غير المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته